أستمرين معكم مع الأستاذ محمد الشارخ كثرت المسميات لكن بالأخير ما شاء الله أنتجت لنا شيء جميل الذي هو كمبيوتر صخر سؤالنا أبو فهد، ما معنا اسم صخر؟ يعني أننا صغار، كل بيت طبعا عنده هذا الجهاز فكنا لا ندري ما و لماذا اسم صخر؟ نحن اقتغلنا النظام MSX وهو ثلاثة أحرف فكان يجب أن نجد اسم أيضا من ثلاثة أحرف يكمل مع الاسم الإنجليزي كلفنا شركة يابانية مختصة في عمل الماركات لأننا كتخصص في هذا الأمر نعم فهما اقترحوا أن يجب أن يكون الاسم من ثلاث أحرف ويجب أن نبتعد عن الكلمات الغير شائعة القديمة الغلجة الزيمية أو الكلمات الشائنة نعم أو كذا فاخترنا مجموعة أسمات طبعا وجدت أنه صخر قوي أو اختاروا أن يكون الكلمات تعرف أن الكلمات الثلاثية يكون فيها الواو أو الرا أي ما تكون متصلة ففضل أن يكون يجب أن يكون متصل متصل نعم الأفضل متصل فاخترت اسم صخر لأنه أولا هو القوة وهو الصلاة وثانيا بسعب خلفتي الأدبية أذكر الخنساء وإن صخرا لتأتم هدات به كأنه علم في رأسه نار الأدب مؤثر عليك بشكل كبير أبو فهد و لهذا أخترت هذا الأسم نعم 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 نعم